كورونا أزمة عالمية وأثرت على القطاعات كلها وأثرت على القطاع الطبي بالأخص وأثرت على علاجات سرطان التدي بزيب العيالات جاءوا خصوصا في هذه المرحلة هذه في مرحلة مؤخرة تعتلوا خافوا تقول لك يا دكتور لا أرى أني خفت من كورونا لا حقا ندوز كورونا هي اللولة وعاد نجي نداوي من بعد كورونا لا ما مشيش نفتش مشتعان طبيب نشوف نقلب في هذه الكورة هذه حيث كورونا وخفت لمشي نشد كورونا اللي خفتنا نعرفه هي كورونا الكوفيد-19 معنا في المجتمع دينا ومازال قد نتعيش معها ولكن السرطان تدي ما تعرفش كورونا لا يمكن أن يصنع كورونا الكوفيد-19 معنا نعرفه أن نتعمل معها ونتعيش معها وهذا كان حتياتات خفتنا نتبعوها كان تباعو الاجتماعي تعقوم الأيدي نتفادو الاجتماعات واكتضادات ولكن خاصة المرأة تمشي تفتش فراصها يعني إذا تمشي الدرماموغرافي ولا تدوز عن الطبيب تحتارم الوسائل كلها تحتارم التابعو الاجتماعي ودير الحتياطات كلها وتمشي الدوز تمشي تفتش فراصها حيث يمكن ما تشدش قاعد كورونا هذي وتنتمنوه لأي مغرب وأي مغربية ولكن بغيناها تبرى من هذا السرطان هذا إذا لقيته بكري ستبرى إن شاء الله إذن مهم أننا لا ننساوش أن وخاكينا كورونا ما خاصناش نهملوا رأسنا أن الوخا نحسوا بشي حاجة في البسولة نقول لا تيدوز هذا الشي هذا أنت نصح أي مرة حسد أي تغيير في البسولة ديلها يعني حسد بشي قصوحية بشي حمورية رأس البسولة ديلها داز بالدم داز بالقيح حسد بشي حاجة لي ممول فاش أن تحس بها تمشي الدوز عن طبيب ديلها ولا عن طبيب اختصاصي ولا على الأقل تمشي الدوز ماموغرافي في مركز مختص في هذا الشي هذا هذا الشي يمكنه يعتقها ويعتق حياتها وحيات عائلتها